ربهم خيرا قد بيّنوا سلحة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء جديد حول شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وكنت في الماضي افتتحت بقول المؤلف رحمه الله وكان عرشه على الماء وساق عدة أحاديث في ذلك ووقفت عند الحديث الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله بسنده وفيه يقول حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة هذا حديث عظيم وارد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم افتتحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من آمن بالله ورسوله هنا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأساس الذي تبنى عليه الأعمال ألا وهو الإيمان بالله عز وجل ألا وهو الدخول في دين الله بتوحيد صحيح قائم على ما جاء من عند الله تبارك وتعالى ويستفاد من ذلك أن أي عمل حتى ولو كان عملا صالحا لا يرتفع به المؤمن عند ربه درجات لا تكون للإنسان العامل فيه درجة عند الله إلا إذا آمن بالله عز وجل فلو فوت الإنسان أصل الحسن وهو الإيمان بالله تعالى لن ينال شيئا حتى ولو عمل شيئا معروفا في الدنيا يؤجر عليه في الدنيا أما في الآخرة فكما قال الله في حق الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إذن الأمر الأول الذي نستفيده من هذا الحديث أنه لابد من الإيمان وتحقيق التوحيد أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلابد من الإيمان قبل القول والعمل لا بد من ذلك والله عز وجل اشترط في قبول الأعمال الصالحة اشترط فيها الإيمان قال رب العالمين سبحانه وتأملوا هذا كتاب الله سبحانه ربي يقول فيه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه قال فمن يعمل من الصالحات ثم اشترط اشترط الإيمان قال وهو مؤمن وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن رسله الذين أرسلهم إلى أقوامهم أنه بدأوا دعوة الأقوام والأمم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى أولا وعبادة الله وحده دول سواه وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله هذا أولا أول أمن قبل أن يؤمر العبد بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وغير ذلك من سائل أمور الشريعة لا بد أن يحقق الإيمان بالله أولا أود أن ألفت النظر إخواني إلى وأنا أتحدث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من آمن بالله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أود أن أتحدث عن الإيمان في دقائق معدودة ما المرأد الإيمان بالله أن يحقق العبد الإيمان بالله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته أما أن يحقق العبد الإيمان بالله في ربوبيته فهو أن يعلم تمام العلم واليقين أن الذي أوجد هذا الكون وأخرجه من العدم إلى الوجود وأن الخالق الرازق المدبر أن رب كل شيء ومليكه أن المتصرف في هذا الكون أن الذي بيده مقاليد السماوات والأرض هو رب العباد سبحانه وتعالى وحده دون سواه فالرب هو السيد الخالق سبحانه طب معنا تصالوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا كيف حالك؟ حياك الله يا أبا معاذ يا مرحبا يا مرحبا كيف حال علماءنا الأجلال؟ الحمد لله بخير الله يبارك فيك الله يحفظك كالعابة الذي أصل صديق الشيخ اتفضل السؤال الأول ما حكم المبالغة في قص الشارب بالمقص لدرجة أن الناظر يعتقد أن الشارب حلق ولم يقص وأرجو تبيين الأحاديث التي ورد فيها القص والإحفاء والجزل طيب حاضر السؤال الثاني ما معنى كلمة كمسحة فقطات الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمسحة فقطات نعم بنى الله له بيتا في الجنة نزاك الله نعم السؤال الثاني كما تعلمنا من شيخنا أبي إسحاق قال أن الإحسان أخص من الإيمان وقال كذلك كل محصن مؤمن وليس كل مؤمن محصن فما معنى الإحسان وكيف يستطيع الإنسان أن يبلغ درجة الإحسان حاضر زك الله خير نعم اتفضل في شيء تاني فيها عدة أسئلة لكن أقتفر على طيب زك الله خير طيب إن شاء الله سأذكر الجواب في نهاية الحلقة بإذن الله وأعتقد الأسئلة جاءت مناسبة خاصة الأخير مع قول من آمن بالله زك الله خير نعم ممكن أذكر سؤال آخر طيب تفضل ما حكم استعمال الأطور التي تحتوي على نسبة من الكحول حاضر طيب أتابع الحديث معكم إن شاء الله تعالى وسأجيب على هذه الأسئلة في نهاية اللقاء بإذن الله عز وجل أرجع فأقول المراد بالإيمان بالله أولا الإيمان بربوية الله تبارك وتعالى على خلقه سبحانه جل في علا وقد أشرت إلى شيء من ألوان هذه الربوية وأنواعها الأمر الثاني مما يتطلبه ويدخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه الإله المعبود وحده دون سواه الإله المعبود الذي تصرف إلي كل أنواع العبادة فلا يليق بعد مخلوق ضعيف رزقه على الله والذي أوجده هو الله والذي يتكفل بأمره ويدبر شأنه هو الله أن يتوجه إلى غير الله عز وجل طب معنا نتصل إلى آخر السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شايف صدّالي عايت قريسة عن حاجة صدّالي دلوقتي أنا تعباني عندي مشاكل في العمور الفقري وفرأة السيس كده معي جلس وبيعني كده فأكشفت عشان تعباني على طول يعني كل يوم تعباني فالدكتور قال لي تعالي راحة تأمي وما بيش تغير عني تمامي فقلتني عايزة أخلطه كده تاني يعني فأم إليه اللي حتى أنت خلفي من راحة تمّة وأنا موظفة نعم وجوزي يعني شغال على يدراعه كده هل أنا تبت وظفتي ورأت وكده يعني السياس مش عارفها يعني إذا كل بيقولي ما تخلفيش حقدي حرام عليه وأنا خلفتش وحرام عليه إن أنا بروف الشغل أصلا يعني الشغل حرام إن أنا أطلع أنا مدرسة وروف ندراسة وكده يعني حرام وتنفسي يعني جوزي شغال على يدراعه بالنسبة للطبيب الصادق المسلم قال لك بأن الإنجاب فيه إشكال نعم الإنجاب فيه إشكال بالنسبة للمرض مجتمع والله مجتمع أقول أقول بالنسبة للإنجاب المرض الذي عندك يؤثر في الإنجاب يعني لا تتمكنين من الإنجاب مع وجود المرض لي انني أفتاحene أنا فعلت به سيء يعني إذا ستخلفي لكن تريحه على القد يعني لا ترحي شغلك ولا تخدمي عيالك ولا تبقي بعamin أفتاح وانا تخدمي أولادك أه طيب حاضب يعني الشغلين على الأد كده كل حال على الأد كده طيب حاضب طيب وشغل حرام يا شيخ؟ حاضر سأجيبك حاضر حاضر طيب معنا أبو معاذ مرة أخرى سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل هل يسمح تسمح للوقت أن أضيف سؤال ثاني؟ تفضل سؤال أو سؤالين؟ تفضل كما نسمع من العلماء أن الإنسان لا يعمل إلا بالدليل نعم ومن مصادر الاستدلال الكتاب والسنة والإجماع والقياس والسؤال المطروح ما هو الإجماع والقياس؟ أو كيف يكون الاستدلال من الإجماع أو من القياس؟ أرجو التوضيح بارك الله فيك حاضر حاضر السؤال الأخير نعم المسبوق في صلاة الجنازة بتكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاثة كيف يكمل صلاته؟ حاضر جزاكم الله خير إن تسمع الجواب إن شاء الله بارك الله فيك جزاكم الله خير وخيرا جزاكم شكرا الله لك أرجع أرجع فأقول مما يدخل في الإيمان بالله أن تؤمن يا عبد الله بأن المعبود هو ربك وحده دون سواه فلا تتوجه بأي لون من ألوان العبادة لغير الله تبارك وتعالى لا تخف إلا من الله لا تزجد إلا لله لا تركع إلا لله لا تطلب ولا تسأل إلا ربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه الذي يقضي الحوائج هو الله الذي يسمع صوت المكروبين ويجيب دعوة المضطرين هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه فلا تصرف ولا تتوجه بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك لغير الله في عبادة من العبادات وإلا فيكون العبد بهذا لم يؤمن حقا بربه سبحانه وتعالى ومولاه أيضا مما يدخل في الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما ثبت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أسماء حسنة لله ثابتة وصفات عليا لله كاملة على ما أراد ربنا سبحانه وتعالى دون تشبيه أو تعطين أو تشسين ولعلنا في شروحنا لهذا الكتاب المبارك ألو كتاب التوحيد من صيح البخاري وفيه بعض الأحاديث المثبتة لصفات رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه وبعض أسماء الله الحسنى ما يدل على ذلك وإن شاء الله تعالى سنسير في هذا الضرب موافقين منهج أهل السنة والجماعة وهو المنهج الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة الصالحين هذا المنهج الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من آمن بالله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أقام الصلاة وأقام الصلاة يعني فيه فرق بينه وأقام وأدى أقام هنا تفيد إيه؟ أنه أقامها على وجه المطلوب وهذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام والذي لا ينطق عن الهوى وقد أتي جوامع الكلم هذه الكلمات مقصودة مرادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر أمته بإقامة الصلاة قال وأقام الصلاة يعني الإتيان بالصلاة على الوجه المطلوب وفق ما أمر الله ووفق باين لنا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يعني فيه يعني أود أن أشير إشارة إلا أننا أيضا لا نستغني إذن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن إحنا كيف نؤدي الصلاة كما أراد الله من غير بيان النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام صلى أمام أمته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه عليه إذن إحنا نصلي كما علمنا النبي صلى الله عليه حتى نكون من المقيمين للصلاة قال وصام رمضان الصيام طبعا معروف والإمساك في اللغة وفي الشرع أو الاستلاح أن نمسك من أذان الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب والشهوة يعني عن الملذات التي حرمها الله عز وجل على الصائم أثناء النهار الحقيقة الحديث قال من أمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان ولم يذكر الحج ولم يذكر الزكاة ذكر أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله قال أني ورد ذكر الحج في رواية عند الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى إلى جانب أمر أنبه عليه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد في الحديث هنا سياق أركان الإسلام سياق أركان الإسلام مالذكر هذه لماذا؟ نقول لأن هذه متكررة اللي هي بالنسبة لبعد الإمام بالله عز وجل المتطلب للشهادتين إقام الصلاة وصوم رمضان متكرر ودائق نعم معنا تصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف خلقك الدكتور عبدالي أهلا وسهلا لو سمحت عندي سؤال سدالي لو سمحت أنا في أثناء الحد قبل الحد بيومين خلاص الحد مثلا هيجي قبل منه بيومين ولكن ما ينزل وبعد الحد بممدته ما تنتهي يفضل ينزل مثلا حوالي أربعة أيام هل في الحالة دي الصلاة يبقى عادي ولا يعني نظام الصلاة يبقى إيه يعني هو عند وقت الحيد لا ينزل لا يعني هو قبل منه بيومين مثلا خلاص يعرفني أنه هيجي بس ما ينزل يحصل فيه علامات أيوة وبعد الحد مثلا ما مدته ما تنتهي يفضل ينزل بعد منه بحوالي أربعة أيام أو خمس أيام يعني في المدة لا ينزل في نفس المدة يعني بسيط يعني خلاص هو مثلا مدته اللي هي المفروضة مثلا بيجيني كل خمس أيام أو ست أيام مثلا بعد الخمس أيام أو ست أيام يفضل ينزل لي حاجات بسيطة جدا هو طالما طالما يعني أجيبك وانتماعي الآن طالما أنه فيه دم ولم تري القصة البيضاء فهذا اعتبريه حيط طالما أنه متصل اعتبريه من مدة الحيط هو ما ببقىش حيط يبتبقى إفرازات أو علامات يعني حاجات بسيطة جدا يعني بتشوف القصة البيضاء ألا لا 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 ما بتزرش على بعد ممكن منه بعشر تيام مثلا إذن اعتبري من هذه بارك الله فيك الطفل يعني ما صليش في الأذن لا 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 تصلي طالما أنه فيه دم لا تصلي طيب شكرا جزاكم الله شكرا أقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اختصر على الصلاة وعلى الصيام لأن الصلاة والصيام متكررين غالبا أما بالنسبة للحج فهو لا يكون إلا في العمر مرة واحد وهو أيضا يجب على المستطيع إنما بالنسبة للصلاة واجب على الإنسان حتى ولا ألم يستطع أن يقوم ما صال إنسان أن يقوم للصلاة يصلي وجالس ما استطاعه يصلي وجالس صلي ونائم بالنسبة للصيام طالما أن الإنسان عاقل ويدرك المعنى وليس عنده موانع مرضية فعليه الصيام النسبة للحج هو مرة واحدة في العمر وهو أيضا على المستطيع بالنسبة للزكاة أيضا لا تجب إلا لمن عليه مال فالنبي عليه الصلاة والسلام اختصر على أهمها أهم الأركان وهو لا يريد بيان الأركان وهو لا يريد بيان الأركان يعني نجالب أن هذه الأركان أيضا متكررة يعني الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة الصيام يأتي في كل عام إنما الحج في العمر مرة الفريض ويشترط فيه الاستطاع والزكاة لا تكون إلا عند صاحبي المال وهكذا والمقصود من هذه العبارة أن من حصل له الإيمان بالله تبارك وتعالى وما يلزم له من الإيمان بالله طبعا ويدخل فيه الإيمان بالله أركان الإيمان أو بقية أركان الإيمان من فعل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة لعل سبق أن تكلمت عن مسألة حق الله سبحانه وتعالى أو ما جاء في القرآن الكريم مثلا في مثل قول الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أقول بأن هذا حق أحقه الله على نفسه أو واجب أوجبه الله على نفسه لم يوجب ولا يستطيع أحد من العباد أن يوجب على الله تبارك وتعالى شيء هذا الملك سبحانه جل في علاه ملك الملك ملك الملكوت لا يوجب عليه أحد من العباد ولكن هو من باب التفضل على عباده من باب التفضل على عباده يكتب على نفسه أشياء لهم هو هنا يقول الذي يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويصوم رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة يعني أوجب رب العباد ذلك على نفسه ولا يعني هذا أن هذا الأمر لازم له لأنه لا آمر لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه ولا ناهي لرب العباد سبحانه العباد أين هم من الله عز وجل أين هم لا يمره أحد ولا ينهاه أحد سبحانه وتعالى جل في علاه ولكن عندما يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة أو كان حقا على الله أن يدخله الجنة أن هذا أمر أوجبه من فضله وكرمه سبحانه وتعالى على عباده إخواني الكرام أترككم في فاصل قصير ثم أعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول كان حقا على الله أن يدخله الجنة تتمته هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها صلوات الله وسلامه عليه الهجرة في اللغة هي الترك والمفارقة والمرد بالهجرة الانتقال من بلد الشرك أو الكفر إلى بلد الإيمان يعني إنسان يجلس في بلد فيها الشرك والكفر طاغي ولا يستطيع أن يمارس شعائره الدينية واستطاع أن ينتقل إلى بلد الإيمان فلينتقل وهذا قد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام سامح لأصحابه أن يهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة ولم يذهب هناك عليه الصلاة والسلام ثم كانت الهجرة الثانية إلى المدينة النبوية وهاجر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة النبوية هاجر لماذا؟ لأن مكة أحكم أهلها الحصارة على المؤمنين ولم يتمكن أهل الإيمان من نظار شعائرهم بحرية وراحة فهنا شرع الإسلام لهم الهجرة من مكة إلى المدينة وأود أن أشير بأن الهجرة اليوم من مكة إلى المدينة مقطعة لأن النساء لا يهاجر من بلد إسلامي أو يتقن فيه الإسلام أو فيه الشريعة إلى بلد آخر حتى ولو كان فيه إسلام أو غيره لماذا؟ لأن الهجرة لا تكون إلا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فاليوم لو جاء واحد يقول والله أنا أريد أن أهاجر من بلد فيه الإسلام ظاهر وبيوت الله قائمة وشعائر الله مؤداء إلى بلد آخر عشان أفعل نقول أنت في بلدك تفعل هذه لا تسمى هجرة هذا يكون سفر للتنزه لطلب المعاش أو لكسبه أو ما إلى ذلك أقول يا إخواني الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال لا هجرة بعد الفتحة ولكن جهاد ونبي الهجرة كانت من مكة لما كان أهلها على الشرك قائمون أما بعد أن فتحها النبي عليه الصلاة والسلام ودخل الناس في دين الله أفواجه كان هذا في العام الثامن من الهجرة النبوية قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتحة ولكن جهاد ونبي هذا بالنسبة لمكة لأن مكة أصبحت ضر إسلام وبلاد الإسلام تأخذ حكم مكة بس في هنا بشارة الحقيقة أبشر بها أهل الإيمان قاطبة بشارة أبشر بها أهل الإيمان على ظهر المعمورة في الدنيا كلها وهي أن مكة إن شاء الله تعالى ستظل دار إسلام ودار إيمان إلى أن تقوم الساعة لماذا يشم هذا من كلام؟ يفهم هذا من قول نبع سملاه هجرة بعد الفتحة يعني أنه لن تتم بعد ذلك هجرة من مكة إلى غيرها من البلاد ويفهم من ذلك أن مكة ستكون وستظل وفيها بيت الله الحرام ستظل على الدوام بلد الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى أود أن أشير أيضا إشارة أخرى وأنا أتكلم عن الهجرة أقول فيه هجرة يا إخواني أيضا اليوم قائمة علي وعليك وإحنا في بلد الإسلام إحنا في البلاد الإسلامية اليوم فيه علينا هجرة وهي هجرة إيه؟ هجرة المعاصر هجران الآثام هجران الشبهات هجران الأخلاق الذميمة التي يتلبس بها بعض الناس يجب علينا جميعا أن نهجر كل ما يخالف دين النبي صلى الله وسلم عليه اعتقادا وقولا وفعلا وأسمعكم كلمة جميلة للإمام بن القيم رحمه الله تبارك وتعالى تتعلق بهجران المعاصي بهجران المعاصي يقول رحمه الله وللعبد في كل وقت هجرتان إلى الله بالطلب والمحبة تهاجر محبة إلى الله يهاجر قلبك روحك تهاجر بأعمالك طلبا لرضى رب العباد سبحانه وتعالى قال والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء وصدق اللجاء وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة للشرع الذي هو تفضيل محاب الله ومرضاته وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ دِينًا سواء سبيل الله تبارك وتعالى والهجرة في سبيل الله نعني بها طاعة الله تبارك وتعالى اتباع أمر الله عز وجل النبي عاصل في هذا الحديث يقول من أمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقام الصلاة وصام شهر رمضان كان حقاً على دخله الجنة هاجر في سبيل الله عز وجل ثم قال أو جلس في أرضه التي ولد فيها هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى إذن إني أنت لك حق عند الله يدخلك الجنة سواء هاجرت وقمت بالهجرة أو ما تمكنت أو لم تقم بها بشرط أنك زلست تعبد الله عز وجل في الأرض التي أنت فيها الهجرة في بداية الإسلام كانت فرض الهجرة في بداية الإسلام كانت إيه؟ كانت فرضة على قلك قادر لما فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجة واصبحت الجزيرة العربية كلها دار إسلام إلا القليل نسخة الهجرة بقي حكم هجر المعاصي وبقي حكم لو وجد الإنسان في بلد فيه الشرك والكفر ولا يتمكن من عبادة الله عز وجل طب إنسان لم يتمكن ولم يهاجر حتى ولو أن نفسه لم تطاوعه إلى الهجرة هو لا شك مقصر في شيء في العمل ولكنه مؤمن له يدخل الجنة بفضل الله عز وجل طالما أنه جالس يعبد ربه في الأرض التي هو فيه الصحابة الرضو الله سمع الحديثة فرحوا به جدا وحق لهم أن يفرحوا به فرحوا بهذا الحديث غاية الفرح ولذلك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك هم شاهدوا أو رأوا أو أدركوا أن هذا فيه بشارة عظيمة جدا للمسلمين وفي تسهيل عظيم للمسلمين يا عبد الله هاجرت أو لم تهاجر ولكنك قمت بعبادة الله فأنت في رحمة الله عز وجل أنت في رضا الله تبارك وتعالى أنت بفضل الله وعونه وإن تركت الهجرة داخل جنة ربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم بقى ما أراد أنهم يعطوا للناس لهم من ألوان الكسل في البشرى بذلك ولكن أراد أو انتقل النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم أمته وليرغبهم إلى أمر آخر وهو إيه أن الجنة درجات متفاوتة ولذلك على العبد أن يتطلع إلى أعلى الدرجات وأن يسعى لكي يحقق أفضل المقامات لينال الدرجات العلا عند ربه ومولاه سبحانه وتعالى جل في علاه هنا الصحابة لما سمعوا ذلك قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك قال إن في الجنة مئة درجة هكذا ورد الحديث البخاري في رواة الترمذي قلت يا رسول الله ألا أخبر الناس قال ذلك الناس يعملون فإن في الجنة مئة درجة فظهر أن المراد أن النبي عاصم أراد أن لا يبشر الناس بذلك وهم سيدخلون الجنة إن حققوا ولكن العل في ذلك أن لا يقفوا عند حدود أو عند أعمال محدودة ولا يتزاوزوا القدر المفروض إلى القدر التطوعي أو المسنون فيجتهدوا في الإتيان بالأعمال الصالحة ليحصلوا على الدرجات العالية وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة مئة درجة ثم قال عليه الصلاة والسلام أعدها الله للمجاهديين إذن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما بيّن أن من لم يهاجر ولم يجاهد هو في كنف الله ورعايته وهو إن شاء الله تعالى طالما أنه قام في بلدي وعبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه أنه داخل جنة جنة ربه إلا أن الله النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أمر عظيم آخر وهو درجات المجاهدين في سبيل الله وهي مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ولا ينفي هذا الكلام إنه من أعد للمجاهدين مئة درجة في سبيله ألا تكون هناك درجات أخرى لغير المجاهدين في الجنة درجات درجات أخرى لغير المجاهدين أيضا وإحنا من لم يجاهد وقصر في ذلك أو يعني لم يتمكن من ذلك لأي عامل أو لأي سبب من الأسباب ينتقل إلى أمر آخر في درجات أخرى لغير المجاهدين وردت بها السنة في سنة أبي داود والترميدي وهو حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة حمل القرآن وقارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها إذن المرتل وقارئ القرآن بيتفع درجات ومنازل أهل القرآن متفاوتة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها هذا في الحقيقة كلام جميل والنبي عليه الصلاة والسلام أرد أن يدفع أمته إلى الأعمال إلى الأعمال الصالحة ثم قال بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فردوس ده اسم يطلق على الجنة كلها فالجنة هي الفردوس وأعلى الجنة يقال له أيضا وأفضل الجنة يقال له الفردوس قال تعالى ما يدل على أن كلمة الفردوس تطلق على الجنة أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خارجون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلة فالفردوس جنات ولكن في مكان في الجنة يقال له الفردوس أيضا هو أعلى الجنة وأفضل الجنة وأرفع مقام في الجنة ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أوسط الجنة يعني أعلى وأفضل وأخر الجنة طيب قال بعد ذلك وأعلى رغم إن أوسط فيها معنى العلوم فيها معنى أعلى الجنة قال هذا من باب التأكيد فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ثم قال صلوات الله وسلامه عليه وفوقه عرش الرحمن هذه الجملة هي المقصودة في الحديث أو يمكنني أن أطرح السؤال المأجيب عليه لماذا؟ لماذا؟ ذكر النبع السماد الحديث ولماذا ساق البخاري هذا الحديث؟ لماذا؟ ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت باب عنوان له بقوله وكان عرشه على الماء ساق الحديث لهذه الجملة وفوقه عرش الرحمن هذا الحديث يدل على أن عرش الرحمن أعلى المخلوقات لأن الفردوس أعلى الجنان وفوق الفردوس عرش الرحمن وربه الرحمن فوق العرش مستويا عليه كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه إخواني الكرام هذا في الحقيقة يعني حديث عظيم للغاية وفيه منافع عظيمة وفوائد جميلة منها على العبد أن يؤمن بالله عز وجل وأن يحرص ويحافظ على الصلاوات الخمس وأن يصورا مرضا وبقية ما افترض رب العباد سبحانه وتعالى عليه وأن يكون يعني عاملا ساعيا في الصالحات التي يحبها رب العباد وإن كان كذلك أو فعل ذلك أدخله الله الجنة هاجر جاهد في سبيل الله أو قعد في بيته ولكنه عبد ربه ثم يشير النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمنا يا عباد الله يا عبد الله إذا سألت الله عز وجل اسأله الفردوس الفردوس أعلى الجنة أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن وهذا يدل على إثبات العرش لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه ما زال يا إخواني تحت هذا الباب أحاديث سأبدأ إن شاء الله تعالى معكم في اللقاء القادم بذكر الأحاديث المتعلقة أيضا بهذا الباب يعني أقف عند هذا الحد لأجيب على ما ورد من أسئلة في هذا اللقاء أولا أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا وهو دائم يعني يتواصل معي فشكر الله له وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحب بعضنا بعضا لله وفي الله وأن نرى هذا الحب يوم لقاء الله تبارك وتعالى أجرا وفضلا من لبن العزيز الغفور الرحيم الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه أخونا أبو معاذ له عدة أسئلة يقول ما حكم المبلغة في قص الشارب بالمقص والأحاديث الوردة في ذلك الحقيقة يا إخواني ورد ورد الأحاديث بصيغة مختلفة عن النبع عليه الصلاة والسلام منها قص الشارب ومنها أعفو الشارب ومنها أحفو الشوارب هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة وذكر والإحفاء هو المبالغة المبالغة في قص الشارب فلو بالغ الإنسان في قصه بحيث أنه يظهر للإنسان بطريقة أنه محلوق فلا حرج استنادا إلى هذه الرواية وإن كان ورد عن الصحابة أن يكون لهم شوارب كان عبدالله بن عمر كان له شارب كبير رضي الله تعالى عنه يسأل أيضا عن معنى من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة هذا من نعيم الله فضل ورحمته بعباده وخير الله عليم وواسع وعظيم سبحانه جل في علا ربي تقدم له شيء قليل يعطيك الكثير النبي عليه الصلاة والسلام في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام دقائق إن شاء الله النبي عليه الصلاة والسلام يراخب في بناء المساجد يقول من بنى بيتا ولو كمفحص قطاه مفحص القطاه هو عش الطائر الصغير الذي يضع بيضه فيه عش الطائر الصغير ده لا تستطيع أن تقف فيه بقدم واحد ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرد أن يقرب وأن يقول يعني من بنى لله بيتا ولو صغيرا ولو لعدد محدود يصلون ويزجدون واركعون فيه لله بنى الله له بيتا في الجنة بقيت الحقيقة عندي بعض الأسئلة لعل الانتهاء وقت البرنامج إن شاء الله تعالى أجيب عليها في الحلقة القادمة فإخواننا الذين يتابعون معي هذا اللقاء وقد سألوا هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى أنا معه في كل سبت قبل المغرب إن شاء الله تعالى وسأجيب في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى التالية لهذه الحلقة عن بقية الأسئلة فلضيق الوقت هنا في هذا المقام ولذلك يعني أستودعكم الله وآمل أن ألتقي بكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الحديث حباهم